يا اهلا وسهلا بكم. طبعا اه تربية العصفير يعني شبه بتنهار. يعني تربية العصفير وتربية آآ البابغوات وعصفير الزينة عمتا بتنهار. آآ لماذا بقى? لان طبعا عندنا ارتفاع للبلكم والفلارس. آآ طبعا ارتفاع جنوني جدا. يعني احنا بنلاحظ مسلا طبعا الاسعار بتتفاوت من منطقة لمنطقة تانية. يعني في بعض المحلات بتبيع الفلارس يعني ممكن من خمسين لخمسة او خمسين جنيه. يعني بتتفاوت الاسعار من منطقة لمنطقة تانية. وطبعا عندنا ايضا البالكم يا جماعة. البالكم ارتفع تمنه بشكل كبير جدا لدرجة انه هو وصل آآ في بعض المناطق لتمانية واربعين جنيه. يعني انا بقول لك الاسعار متفاوتة. يعني ممكن انت تكون في المنطقة بتاعتك بتشتريه مسلا بتسعة وتلاتين. في ناس تانية في منطقة تانية بتشتريه باربعين. في ناس بتشتريه آآ يعني آآ لخمسة واربعين او تمانية واربعين. آآ والدنيبة كمان وصلت الى عشرين جنيه. آآ وبردك بتتفاوت على حسب المكان. طبعا يعني المشكلة الكبيرة آآ ان طبعا دي بيقدي الى انهيار العصافير. وطبعا المشكلة بقى آآ ان انت عندك العلف غالي جدا وفي المقابل العصافير بتنهار. يعني اسعار العصافير بتنهار. آآ ولذلك انا عايز اقول لك على حاجة انت لازم ان انت آآ توفر مجهودك وتوفر الضغط اللي عندك وتوفر التكلفة اللي انت هتعملها. لان طبعا تربية العصافير من اجل الانتاج والتفريخ يعني طبعا مشكلة كبيرة جدا. آآ لان انت عندك مشاكل كتيرة جدا هتواجهك. يعني عندك مشكلة مسلا آآ ممكن تلاحظ ان فيه كابسل البيض. آآ فيه يعني بعض الطيور بتترك البيض وما بتحضنش عليه. ما بترقودش على البيض. فطبعا يعني انت عملت اكل آآ بقالك شهر. عشان يعني تلاقي انتاج عشان تقدر تصرف به على العصافير. ففي المقابل ما بتلاقيش. فبالتالي احنا بنلاحظ ان فيه دعوات كتيرة جدا آآ بتطلب بتصفية العصافير. وفيه ناس تانية كمان بتطلب بان ان توقف العصافير عن الانتاج. يعني عشان ان انت تقلل المعروض. طبعا بالنسبة يعني المربي هو اللي بيبقى يعني خسران. يعني هو دائما بيواجه مشاكل كتيرة جدا آآ فيه مجهود بيبزله. يعني بيضيع وقت آآ يعني كبير جدا آآ ده غير ضغط الدم كمان يعني لانه طبعا فيه عصافير بيحصل لها مشاكل عصفورة ماتت آآ آآ مش عارف آآ عدم التوالف بين الذكر والانثى. مشكلة كابس البيض. آآ مشكلة موت الفروخ بعد طلوع من من البيض. فطبعا فيه مشاكل كبيرة جدا. فمع كل هذه المشاكل وارتفاع العلف لما تاجي انت كمان تعرض السلعة وتعرض العصافير. فبتلاحظ ان ما فيش. ما فيش حد عايز يشتري منك. وكمان لما بيجي يشتري بتلاحظ ان الجوز مسلا آآ الزوج الواحد من عصافير الاسترالي. آآ يعني ما فيش حد بيشتريه اصلا يعني ممكن تلاقي بتلاتين جنيه. آآ بخمسين بتمانين. ما بيجيبش يعني ايه? آآ ما بيجيبش تمن آآ آكله وتمن آآ العلف اللي انت بتقدمه له. ده غير بقى كمان الناس اللي بتصرف بقى كمان وبتجيب يعني ايه محفز للتزاوج ويه بتجيب بقى يعني فيتامينات واملح معدنية وطبعا يعني آآ مشكلة كبيرة جدا يعني شبه التربية العصافير بتنهار. آآ طيب نعمل ايه الوقتي. احنا لازم ان احنا نقلل لو انت عندك عصافير يعني اللي هي الرخيصة ديت. ياريت ان انت تقلل منها او ان انت تقطع خالص العصافير دي تماما وتصفيها آآ وتربي انواع بس يعني انا عندي بدل ما ربي بدل ما ربي عشر ازواج من الاسترالي او الزبرة رخيصة جدا. فانا ربي بس يعني ايه آآ فرد واحد او جوز واحد آآ يكون يعني آآ ليه يعني بيحافظ على قيمة الفلوس عندك آآ من البابغوات آآ من الطيور اللي هي الغالية. على الاقل حتى لو جابوا لي زغلول واحد او فرد واحد فانا هبيعي الزغلول ده هوت آآ بيتامن عشر ازواج او عشرين او ميت زوج من الزغاليل العصافير الاسترالي. فبالتالي انا وفرت في العلف آآ ووفرت في المجهود آآ وريحت دماغي بقى من الايه من المشاقة دية آآ لان طبعا زي ما بيقول لك كده ان اللي بياخد الارباح هو آآ التاجر. التاجر. آآ فالتاجر طبعا مريح دماغه لا بيتعب ولا بيفرخ ولا بيواجه المشاكل ولا بيعمل اي حاجة المهم ان هو بياخد منك ببلاش. ياخد منك الزوج او آآ آآ القصب بتمن بخص جدا نظرا طبعا لان انت بتحاول ان انت تتخلص من الطيور لان طبعا يعني بقاء الطيور هيكلفك يعني مشقة ويكلفك علف غالي جد فانت بتتخلص منهم وبالتالي احنا بنلاحظ ان المعروض بقى كتير جدا آآ والطلب بقى ليل جدا آآ والعلف بقى غالي جدا آآ والمربي بيواجه ازمات ومشاكل فانا شايف ان انت لازم تعيد حسابك آآ وان انت تصفي العصافير الرخيصة ضيت وما تربهاشي آآ وتبدأ في تربيت يعني حتى لو زوج واحد بس يكون تمن ومحترم آآ احسن من الكترة اللي هي ملهاشي تمن نسأل الله يعني الخير وان الازمة دي تعدي على خير آآ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته